من جبل الزيتون المطل على البلدة القديمة لأورشليم القدس واصل حديثي عن قول المسيح أنا هو خبز الحياة من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش قال يسوع أنا هو خبز الحياة فالمسيح هو الخبز الحقيقي كما أنه هو النور الحقيقي فإذن كل ما عداه فهو مؤقت وهو زائل وهو وهم هو الخبز الحقيقي ثم يصف الكتاب في يحنى الإصحاح السادس هو الخبز النازل من السماء أي مصدر سماوي كما قال يحنى المعمدان عن المسيح الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع فالمسيح جاء من السماء حبل به من الروح القدس وجاء إلى أرضنا هو الخبز النازل من السماء ثم مكتوب عنه هو خبز الله أي موضوع شبعه والشيء الجميل أنه المسيح بيشرك أتباعه في هذا الشبع ثم المسيح هو خبز الحياة فهو يهب الحياة ويهب الحياة للأموات ويهب أيضا الحياة الأبدية فعندما يهب الحياة فهو يعيل ويقيت ويغذي هذه الحياة الحياة الزمنية يسدد كل احتياجاتنا والحياة الأبدية أن نكون معه في كل حين فهو خبز الحياة كما أنه هو الطريق والحياة القيامة والحياة ثم المسيح هو الخبز الحي له حياة في ذاته فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه فإنه الخبز الحقيقي الخبز النازل من السماء الواهب حياة للعالم هو خبز الله خبز الحياة من يقبل إليه فلا يجوع هو الخبز الحي وهو أيضا أحبائي هو شبعنا تزديد احتياجاتنا هو بركتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر